اشتركوا في القناة ما رأيك بفستان العيد؟ هل هو جميل؟ جميل يا بنيتي أمي لماذا لم يصبح أبي أضحية كما يفعل كل عام؟ لأن هذا العيد هو عيد الفطر وليس عيد الأطحى عيد الفطر؟ وما المقصود بعيد الفطر يا أمي؟ وما الفرق بين عيد الفطر وعيد الأطحى؟ عيد الفطر هو مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون في جميع دول العالم الإسلامي بعد صوم شهر رمضان والفرق بين عيد الفطر وعيد الأطحى هو أن عيد الفطر هو العيد الذي يعقب صوم رمضان مباشرة أما عيد الأطحى فهو العيد الذي تذبح فيه الأطحية وتوزع على الجيران والمحتاجين وهل من عيد ثالث يا أمي؟ لا المسلمون لهم عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأطحى هل سنذهب لزيارة أقاربنا؟ طبعا سنزور رحمنا ومنهم رحمنا يا أمي؟ هم الأقارب من أهل الأب أو من أهل الأم وقد أمرنا الله تعالى بصلتهم كذلك للمريض والفقير حق علينا في العيد فعلينا أن نتذكرهم ونقدم لهم كل ما يدخل الفرح والسرور لقلوبهم أنا عاتبة عليك يا مهة لماذا يا أمي؟ لأنك لم تهنئيني بالعيد حتى الآن وكيف أهنئك بالعيد يا أمي؟ بأن تقولي لي تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم يا أمي شكرا يا حبيبتي دعينا الآن نذهب مع أبيك وأخيك إبراهيم لنصلي صلاة العيد في المسجد وهل سنكبر؟ طبعا سنكبر ونقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكذلك سنستمع لخطبة العيد إن شاء الله وأنا كذلك سأتناول اليوم الكثير من الحلوى فرحا بالعيد هذا خطأ يا حبيبتي لماذا يا أمي؟ لأن الإفراط في تناول الحلوى يؤثر على الصحة ويؤثر على سلامة الأسنان هيا يا أم مهة وهيا يا مهة قد تأخرنا على صلاة العيد نحن قادمتان يا أبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر